فاستقن كما أمرت ومن تاف معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير السلام عليكم وحمد الله وبركاته هنكمل بقى الهيدروليك هنتكلم عن المحاضرة التاسعة اللي هي الاناليسيس تمام ودي طريقة بتستخدم عشان نربط المتغيرات ببعض وبتكون وبنكون علاقة لابعدية بين هذين المتغيرات ايه الكلام الهري ده كله؟ بص امع لي دلوقتي احنا عندنا مجموعة من المتغيرات تفاكرين الدكتورة في عيدها دي قلت لنا ايه دكتورة الامياء قلت لنا انت المتغيرات الاساسية عندك ال L و M و T وفي نظام تاني كان ال L و F يعني بدل ال M احنا كل الفكرة ان احنا بنجيب كل حاجة بالنسبة للمتغيرات دي برضه مش فاهم طب بص تركز معي اقول لك حاجة دلوقتي انت عندك مثلا بعض المتغيرات دي مش هواحدة احنا عندك متغيرات ال Geometric وفيه ال Kynematic وفيه ال Dynamic يعني ايه بقرات ال Geometric ده اللي هو التغير في ال Lens التغير الاساسي في ال Lens اللي هو مثلا زي Dips Lens ال Wits ال Area ال Volume اي حاجة L يعني ايه اللي تربيع ايه اللي تكعيب اي حاجة L بس تمام القيناماتيج بقى اي حاجة فيها زمق اي حاجة فيها T مثلا LF T اللي يعني المسافة العاجلة Acceleration Velocity Velocity كده يعني تمام ماشي فيه تالت حاجة بقى اللي هي ال Dynamic ال Dynamic دي اللي هو بيبقى تغيره في الماس الماس او ال F زي ما احنا ما قلنا تمام برده ماشي منشتين كل ده كلامي سهل و ايه ماشي عليه اسئر اصلا مهم يعني نخش بقى على الكلام المهم شوية القوانين دي حفظ تمام القوانين دي هت يعني انت هتلاقي نفس القصة محافظها كلها يعني مش هتلاقي فيها فكر بس برده الجماعة اللي هم ايه الجماعة العلوق يعني رموا اخذة في الكلمة تمام عايزين يحفظوا حاجات معاينة اما حاجة Acceleration Velocity كل ده كلام طبعا انتوا عارفينه اللي ممكن ما يكونش عارفينه شوية اللي هو ال Dynicity ممكن يكونونتوا متطلوت فيها وطبعا كنا عبيت ال Dynicity اللي هي الماس على ال Volume اللي هي اما على ايه التكعيب تمام طبعا القانون اللي ممكن يكونوا ناسيه بقى اللي هو القينامات ال Dynamic Velocity السلب واحد يوسلى واحد ده لازم تحفظه قويس جدا لان هي ايه هيدخل معنا في كل المساعدة تمام حافظنا يا عام القوانين طبعا انت بتحفظها لت الامتحاب وربنا اسطلق علينا كلنا طب انا الطريقة اللي بحل بيها اسمها ايه طريقة اسمها باكيناء مش عارف والله انا هنسميها باكيناء تمام طريق باكيناء عشان ايه مش عارفة اسم ده مهم يعني اا اول حاجة اول حاجة علشان نحنجيب معادلة هنجيب كل المتغيرات بتاع المعادلة دي يعني مثلا انا مثلا عندي السرعة متغير فيها المسافة والزمن مثلا يعني عشان جسمي ماشي على طريق متغير مثلا كوت الاحتكاك مش عارف ايه ايه نزوك الطريق المادة المصنوع منها كل المتغيرات دي هجيبها وحطها في معادلة سفرية تمام انا قلنا ان كل الابعاد اللي عندي اصلها انا اصلا عايز اجيب الفكرة بتاع الدرس ده اللي هو ال ان انا اجيب كل الحاجة يعني اجيب قلنا فعشان اجيب قلنا لازم يكون معي ال ام وال ال وال ت بتاع كل واحد يعني احجيب كل حاجة بالنسبة ل ام وال والتي وبعد يأتي معازين معازين انا عودة ارغي كتير ليحنا هنشوفها كده كده في مساء هنحدد عدد الدول عدد الدول دي هنحددها ازاي عدد المتغيرات الكلية يعني مثلا انا عشان اجيب مثلا دبس في حيدروليك جنب مثلا ولا حاجة بيكون عندي رو كيول كم كل دي مجهيل اعيدها كلها تبقى دي المجهيل الكلية أطرح منها الأبعاد الأساسية الناس اللي مش فاهمة تمشي لحد ما نوصل للمساء أنا بس أقرأ الحاجات دي معاكم وكده كده في المساء هتفه ماشي باش رابح حاجة إيه هي هنختار متغيرات المتكرر يعني إيه متغيرات المتكرر ركز بقى في دي يعني أنا مثلا بشوف متغير أحدد متغير متغير الأساسي فيه يعني مثلا أول واحد أول متغير بكره أنا بحدد تلات متغيرات أساسية أو متكررة أول واحد بيكون متغير في الأل يعني مثلا ديبس لينس أيا أن يكون يعني تاني واحد بيكون مسافة أو زمان أهم حاجة أنه يكون فيه زمان تالت واحد بيكون أم و أل و تي أو أم و تي أو أم والأهم حاجة أنه فيه أم بحيث أن أنا عرف أجيب المعادلة يكون داخل فيها الأم والأل و تي الأساسيين بتاعه دي بحيث أن أنا أقدر من خلالهم أن أنا أوصل لشكل المعادلة النهائي برده ما بيفضلش أن أنا أختار لو أنا مثلا عايزة أحسب الواي 2 ما بيفضلش أن أنا أخليها متغير متكرر عشان ساعتها هتبقى دخلة معي في الثلاث معا ثلاثة و صعبة حسابها وهتبقى إيه حاجة بيض خالص يعني بعد كده هنسوي الباي بحصل ضرب المتغير المتكرر في المتغير الغير المتكرر طب بصها بش مؤنس أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنت قلتو ده صراحة أولا طب يا باش نعمل إيه بقى نمسيكم كده واحدة واحدة ونشتغل يعمل السؤال بتاعه السؤال بتاعي بيقول لي أنا عايزة أستخرج علاجة الواية اتنين أول حاجة أنا مش قلتلك يا معل شوف لي وية اتنين دي إيه اللي بيأثر فيها بيأثر فيها لو أنا عندي مثلا حاجة هيدروليك جامب زي دي يأثر فيها وي واحد يأثر فيها في واحد يأثر فيها المية اللي ماشية دي الكسافة بتاعتها كا طب عجلة الجاذبية كا طب اللزوجة اللزوجتي بتاعت كا مش كل الحاجة دي هتأثر معي طيب أعلن نمتصصها بالراحة يبقى أنا كده الواية اتنين معادلة فيه الرو والجي والميو والواي واحد والفي واحد تماء ماشي اللي هي الصرعة اللي احنا قلناهم يعني من شوية طيب بعد كده أعمليه أخلي المعادلة دي معادلة صفرية زي ما قلنا اللي هو خاها نودي وية اتنين جواه في المعادلة ماشي تعال نشوف الوحدات الأساسية وية اتنين بتتكون من ايه وية اتنين ده لنس الرو ام ال سالب ثلاث اللي هو ماس على فوليو الجي الجي بتساوي الصرعة المسافة على الزمان تربيع بقى اللي تيو السالب اتني الميو بتساوي ام اللي هو السالب واحد تيو السالب واحد الواي واحد ما علينا يعني انا مش هنقعد بين فصفصهم واحدة واحدة كده ايه عشان انا بزعب بسرعة بص يا عم انا بقولك جيب جبنا المجهيل انا كده عندي كم دل المجهيل بتاعتي ادي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ست يبقى انا كده عندي ستة مجهيل طب الابعاد الاسجاب بتاعتي كم احنا قلنا ام واللوتي يبقى انا كده المجهيل ناصل ابقى بلس يبقى عدد الدوال اللي بتاعتي كم ستة ناقص ثلاث ستة ناقص ثلاث يبقى انا عندي تلات دوال طيب جيبنا عدد الدوال طب انا عايز اجيب الريبيتنغ انا قلت عشان اجيبها اول واحد يكون متغير في اللي بس يبقى وي واحد طب يا باش مهندس ماختش وي اتنين ليه انا في المسألة عايز وي اتنين عشان ااخل وي اتنين إذا كانت أول Property Factor أول Repeating Variable معي هو Y واحد ما هو ذلك ثم ال Repetting Variable الثاني قد أول واحد يكون L ثاني واحد يكون T و L أو T بس المهم يعني أني يكون فيه طب أنا قدام ثاني لا قدامي حالياً واحد بس اللي هو الجي ثم يبقى ثاني واحد اللي هو الجي ثالث للي هو عايز حاجة فيها الأم في قدام ثاني mL1 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 mL3 طب أنا أخد أني واحد فيهم أنا أفضلك أن أنت تأخذ الرو بس لmL3 بتكون أسهل في الحل وهتفهمها بعد شوية لأسهل فأنا أسهل لي أنا اخترت الرو على فكرة لو اخترت التالتة لو اخترت الاسماء إيه دي بقى لو اخترت الاسماء هتبقى برضو صح بس أنا أقول لك الأسهل يعني تمام ماشي يعني جبنا التالتة دور طيب أنا أعمل أ容ن فتلي بعد ما بدأتك تلام ده يعني كم تبقى عدد المجاة الدول بتعتي تلاتة هيا بنا أشوف تلات دول طيب وجبت الريبيتنغ بتاعتي قلتلي أن الدالة بتساوي الأمي كم التغيرات المتكررة بتاعتي إحنا قولنا إيه رو في الجيفي الواي واحد ده كده إيه المتغيرات المتكررة بتاعتي رو في الجي في الواي واحد المتغيرات غير متكررة اللي هي V1 من الميو اللي هي بتاع الاسوسيتى و الروم والسوري مش الروم والواي اثني تمام؟ يبقى ندرك المتغير الغير متكرر في المتغير المتكرر يبقى روف جيف واي في في واحد دي الاولى نيفه روف جيف واي ميو ثاني روف جيف واي في الواي اثني انا بعملي اصلا انا بقول ان الرو دي قسس ايه ثابت مجهول اسمه ايه والواي ثابت مجهول اسمه بي والج كذلك بضروبهم في المتغير المتكرر في واحد دي كده ايه مش بسوابط يعني تمام فك دي عم دي انا كل ده بسويه ببايا واحد بايا واحد دي اللي هي ايه اما وص سفر اللي وص سفر تي وص سفر في ناس منكم اكيد بدأت تجمع الفكرة في دماغها اللي مجمعش يركز معايا بس كده ايه اللي مودية ديها كمان ماشي عم براق عم ما تزعقش الام الوص سالب يعني ايه هفوك الرو احنا مش قولنا الرو بتساوي الماس على الفول يوم محنا جايبين هفوه اهي الرو اهي ام الوص سالب تلاتة كل ده وص ايه ماشي الاسم والواي الوص بي ماشي تمام ما فيش مشكلة يبقى انا كده عندي ام lat مثلا عايز حل ام الوص سالب تلاتة وص ايه لقص بي لقص بي لقص بي لقص بي لقص بي لقص بي فاكرين لما كنا بنجمع زي ما نسل يعني انتوا تقولون طبعا ايه كلية هندسة فاكيد يعني ايه مش اقضاش رح حاجة زي كده عشان المرار دي يبقى انا هاخد مثلا ام اي قص صفر يبقى اي قص صفر كل الاسد بتاع الامات هتكون ايه بس وسبب صفر يبقى ال ايه بتساوي صفر كل الاسد بتاع ال T تمام اللي هي هتكون T وسي سالب اتنين يبقى سالب اتنين C ناقص واحد سالب اتنين C ناقص واحد بتساوي ايه بتساوي صفر سالب اتنين C ناقص واحد بتساوي صفر يبقى السي واحد بتساوي ايه سالب نص طبعا ال L يبقى كل متغرات ال L هتبقى متغرات ال L هيبقى ايه واحد احنا اتفقنا منها بصفر ثالثة اي وحد دي بصفر بعدين زائد البي واحد زائد اي وحد زائد واحد بتساوي صفر ايه بقى كده جبنا البي واحد وجبنا التكلام دا كله رو قص اي واحد زائد وي واحد قص بي واحد زائد ج ايقص طي واحد دا كلهم معنا تمام؟ كلام دا مضروب في V ايه بقى كده لدينا معادلة الاولانية V على جزر جي واي واحد طيب يا عم. ده كده جيبنا الدلة الاولانية. الدلة التانية تعرف تجيبها. طبعا انا بشمهدس. ايه برش مهدس اللي انت بتجيبه ده. نعرف طبعا. ما زي حاجة بتعرف قدامنا. لو ما جيبناها. اش نحبي ده. طيب يا عم. وريني اتجيبها ازاي. قلت لي البي اتنين بتساوي رو اس اتنين واي واحد اس بي اتنين جي اس اتنين في الميو. هتفك الميو وتفك دول كلهم بدلات الام والال والتي وتحلهم مع بعض والقص تجمع القصص والتي وتسويها بصفر وتجيب لي باي اتنين وتعمل لي شكل المعادلة النهائي. درافو عليك. طيب تعرف تجيب التالتة? اه اعرف اجيب التالتة. شكل التالتة هيب اهو. يبقى انا كده عندي معادلة صفرية. اف باي واحد وباي اتنين وباي تلاتة بتصوي صفر. انا عايز اجيب باي اتنين اودها ان اكب اكثر اشتغل باي تلاتة السوري. اللي باي اتنين على باي واحد اتنين على باي واحد. ومتغيرة في ايه? في طب يا معلم كده السؤال ده خلص نخش عالسؤال اللي بعده نخش عالسؤال اللي بعد نفس الكلام بالزبط هنجيب بس الجزء الاولاني كده عشان ممكن يكونوا اعرف مع احد طب يا سيد طب يا ستي طب يا عمي انا زهد ال Q احنا عايزين نحسب ال Q في الهضار ده ال Q اصلا بتساوي ايه Q بتساوي Q على ال B الويتز كمام اللي هو تعالج على الويتز ماشي طيب يا انا كده معي اللي بيأثر في ال Q ايه ما احنا كيو البده اصلا إضافة القانون لاء انا عاجز legislatura بتأثر عليها يبقى اثل عليها انا خدت دي و دي في الحسابات يبقى انا عايز لو دخلت يعني يبقى كده ايه يا بكل دي في الحسابة. طيب انا عايز لل H ايه تأثر معايا عايز طبعا اي مية يبقى بيقصر معي الجي الرو والله هو اعلى تمام ماشي يبقى عندك هتدخلي دي معادلة صفرية حول الابعاد الاساسية عدد الدول بتاعتك المجاهل بتاعتك واحد اتنين تلاتة اربعة فايف تمام يبقى فايف مايونس سري بتساوي ايه تون يبقى عندي الرو الجي والاتش اس ريبيتنج فاريبلز تمام برضو نفس الكلام اعمل معادلاتك طلع دولك ما تخليش حد ايه التريق عليك هتطلح شكل معادلة الاخيرة كده عندك البتاع دي ثابت يبقى ثابت في جزر جي في ايان يكن يعني تمام المهمة هتلاقي لو بصت بس كده انا كنت عايز اعقب هنا على حاجة واحدة انت لو بصت كده في المعادلة اللي انت اثبتها هتلاقي عبارة عن ثابت في اتش قصة واحدة مص لو قريت المحاضرة السابت كده وعديت عليها هتلاقي ان ده شكل الهدار الريكتانجولر عبارة عن ثابت تمام مش فاكر الاركام برضو الضبط كانت قريمة اثنين على تلاتة سي دي في البي في الجزر الجي في الاتش السوح لمص تمام اللي هي الرقم ذاتي تمام وهو كده ايه احنا كده بنهبط في اطار الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكلم كده ليه يالله ما علينا شكرا